اشتركوا في القناة وركن طاهر مسعود بوتاه قائد عام القوات الخاصة بالجيش الباكستاني وعدد من كبار ضباط الحرس الوطني وذلك صباح اليوم بمجمع ميادين الرماية بمعسكر الاصخير لدى وصول صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن احمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين راعي الحفل كان في الاستقبال الفريق اول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني ومعالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير اركان الحرس الوطني حيث شهد ختام فعاليات التمرين المشترك البدر ثلاثة الذي نفذ بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني في الفترة من الثالث والعشرين من ديسمبر 2018 ولغاية السابع من يناير 2019 وبدأ الحفل بتلاوة اي من الذكر الحكيم بعد ذلك القرائد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة قائد وحدة العمليات الخاصة كلمة رحب فيها بالقوات الخاصة الباكستانية التي شاركت في تمرين البدر ثلاثة وأشار إلى أن التمرين يشتمل على عدة تدريبات منها اقتحام المباني عن طريق الترجل من الآليات والنزول من الطائرة العمودية مؤكدا أن التدريبات أثبتت كفاءة المشاركين في التمرين من كلا الجانبين ثم ألقى المقدم ركن محمد عمير بنغاش قائد المجموعة الخاصة بالجيش الباكستاني كلمة أشار فيها إلى أن تمرين البدر ثلاثة يعتبر علامة فارقة في سجل الحرس الوطني معبرا عن فخر الجيش الباكستاني بالمشاركة في هذا التمرين المشترك والذي يعزز مستوى الاحترافية لدى الجانبين في عمليات مكافحة الإرهاب بعد ذلك قدم قائد سرية الواجب في التمرين المشترك البدر ثلاثة إجازا عن خطة التمرين مستأذنا صاحب المعالي راعي الحفل ببدء التمرين بعدها قدم المشاركون في التمرين عرضا عسكريا يعكس مدى الانسجام بين الجانبين وتطبيقاتها لمعاضل التمرين في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة في اجتذادي منابع الإرهاب والتصدي له وأكل الفريق أو الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني أن الحرس يزداد تطورا وقوة بفضل الرؤية الملكية الثاقبة للقائد الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وعبر عن شكره وتقديره لصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على رعايته لاحتفالات الحرس الوطني بالذكرى الثانية والعشرين مؤكدا أن ذلك عرفانا واعتزازا بالدور الواسع الذي قدمه من خلال احتضان قوة دفاع البحرين للبنية الأولى للحرس الوطني موسيقى ثم شاهد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عرضا لفريق الحرس الوطني للقفز الحر بالمضلات والذي حمل علمي مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وأطلع سمو رئيس الحرس الوطني صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على غرفة العمليات للتمرين المشترك البدر ثلاثة كما تفقد أسلحة ومعدات المهمات الخاصة بالحرس الوطني وفي ختام الحفل تم تبادل الهداية التذكارية بين صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وبين الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني ترجمة نانسي قنقر